رجعنا من جديد في سبول ميكس الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم مع مختار دابوت، رفقي بوستة، طرق زياد وبيليل فضيلي باش نحكيوا على الاجتماع اللي صار طاوة في الجامعة التونسية لكرة القدم بين الجامعة والنوادي برشة مواضيع مطروحة على طاوة الجامعة أهم هم ملف شانك، كذلك روزنام هو أيضا ملف الجلس العام اللي بستثير في اللايامات القادمة بليل تأخر شوية الاجتماع عزيزة هال النوية طالبت بيه من مدة خاصة قبل ما تصبح روزنامه موش من بعدها أي كيف كيف متأخرها جدا لأنه اليوم احنا على بعد شهرين شهرين من آخر جامفي شهرين من مغادرة المكتب الجامعي هذا ولا الهيئة التسيرية اللي هي تحل محل المكتب الجامعي يظهر لي له متأخرى متأخرى لأنه أولا متأخرى ثانيا من تصورش وأنه بش تعطي نتيجة لأنه لأنه أنت في مرحلة أولى ما استدعيتش النوادي قبل ما تبدأ البطولة وفي مرحلة ثانية تفاعلت معاهم وطلبت منهم وأنهم يمدوك بآراءهم حول الرزنامه وإذا كان فهم مطالب وكذا ومدوك بهم ويظهر لي ممشيتش بهم في مرحلة ثانية واليوم في مرحلة ثالثة تم استدعاءهم بش يناقش ورزنامه اللي هي معناه على ما يبدو صعيب وصعيب برشة وأنك تغير فيها حاجة لنظراً سعلي معناتها كثرة الجولات وقلت للفترة الزمنية ولكن كذلك تأولت عن تقاليد متع رفض الفرق المنافسة للتغيير أوقات المباريات والتاريخها معناه أن نتصور أنه أكثر اليوم بش تكون جلسة حول مشاركة المتخب من عدمه في الشان ويمكن تنقيح المقترحات تنقيح بعض الفصول القانونية ممكن بش يعرضوهم على الأندية ولا بش نقشوهم على الأندية ولا بش يحذروهم نفسانياً لبعض الفصول اللي يمكن يحذروا لها هذا نتصور هذا بالأساس بش يكون جدو الأعمال للجلسة أما الرزنامه نتصور ما هيش من موجودة موجودة في جدو الأعمال موجودة لكن موجودة لكن موجودة ليس بتتمس هو النقاط اللي بش يحكيو عليها أكثر في الرزنامه موضوع الشان موضوع الثلاثة معتها الجماعات اللي بش لعب فيهم من الكوب دافريك السياسيس والدرجي وبقيت الفرق وواقفة هذا اللي بش يحكيو عليها في الجنمائمتها اليوم هي بش يحكيو علي لكن إذا كان الفرق المنافسة ما تقبلش موش في مبدلورها لأنه أنت حد كشوفها محلين ياما أنت كمكتب جامعي دوتوري تي نجم تغير طو تغير ولا أنت كمكتب جامعي بستستشير الفرق نعرفوا راي فرق احنا أنا نعرفوا راي كيما ببنقردين رفضت راي نعرفوا انه الفرق الكل بش ترفت دونك أنت اليوم وحتى طولي بش يقبل بشيوالي فيها شبوهات عليش وخرت لها شبك العابة الفريق اذا كاي وهذا ليه خاصة اليوم هالي صابت بتعليها يبيتها رجي بشي قولك هاور رزنامش عمتلي اليوم خليتني بلاش قاعد فريق وخليتني بلاش كذا والملعبين مصابين وعندي زوز مصابين في ماتش بنقردين دونك اليوم الفرق معاتش بش تقبل وانتي دوتوري تي ما عندكش للسلطة بش تفرض عليهم السؤال الأهم مختارنا في اعتقادي هل بشيك من الاجتماع هذا خاصة نعرفوا الأجواء مشحونة في الفترة هذي كل نادي عنده طلبات النوادي داخل في بعضها داخل في الجامعة تحس الأجواء مشحونة قبل حتى الاجتماع هذا ايه ناس سويل طبع ما نعاش شكون موجود في الاجتماع خاطر بحب نتسائل شكون من الشخصيات اللي بش تكون موجودة اسك رئيس التراجي في الفترة هذي والمشاكل اللي صايرة مع هاي التسوية بش يحضر هو شخصيين وبش يبعث الكاتب العام هذي الحاجات اللي تطرح على السلطة مشحونة ايش نوع مشحونة انا الحاجة اللي ديمة ديمة اللي لوم فيها سيد كاميري دير اللي كونه مع النقاط هذي يظل اللي مفهمش نقطة اه ابجل من النقاط هذة والنقطة التحكيم الظروف اللي موجودة توا ونكنش نحكيو فيهم بعد ملف التحكيم نورمال مو نقطة سيقرم عاسي بلالي يشارك وليه ويعطيو حل للحكام هذي فرصة قدام كروسية الانديا يبش تعطيهم اه معنى هاش انا تعطيوهم اه تقولهم نقصوا الضغط على الحكام يخوي هاول تفاعل مع الحكام اروا الحكام قاعدين يزفروا لكم ومش خالصين رياض بان نور حاظهم الترجية اي صحيح اه هيك الدخيل منيد الافريقي هو موجود معه ايضا حامد مبارك منيد الافريقي هاذا تقريبا رئيس الملعب التونسي محمد محجوب حاضر ايضا رئيس السيابي سامير ياقوب هاذا ايمن جلاد من مستقبل اسليمان امين شرميتي حاضر عن نجم الساحلي هاذا مهم الوجوه الموجودة حاليا في الاجتماع انا بالنسبة لي انا كتقول لي بش يوترح ملف التحكيم تارش بش يصير توا بش يحطوا مراد الدعمي بش يبدأ اللي غلط له اربيتر بش يسميه وصيره مراد الدعمي بش يبدأ يوضح وبش يقول هانا عاقبنا او نقول لك حاجة لجنة المتابعة اللي صارت مبارح تمهيدا للاجتماع هذي مبارح خمسة حكام تعديوا على المتابعة تمهيدا للاجتماع هذي وبطلب من سيد كاماليدير صحيحة معناها هنا منيش طالب انا رو بش تعملي مسائلة اليوم فرصة رؤساء الناوادي موجودين قعدنا في نفس التمشي غياب السيد حمد المدب انا بالنسبة لي انا للتراجي ما يعطيش قيمة كبيرة للاجتماع هذا عليش لاحظة بالليتان جالك فريض بنور تقريبا مفاعل مفاعل فتراجي سمعني عليش ما يعطيش قيمة ليش ما يعطيش قيمة ليش بالنسبة لي انا اذا كان يقول لك رؤساء الناوادي والواحد اذا كانت حب تعطي قيمة للواحد لو مش كما يمشي لك رئيس جمهورية اذا انا بالنسبة لي انا مهم كما جاء هايك التقيل كان سيد حمد المد يطرح جميع المشاكل وياخد الكلمة سيد رياض بنور ما احترامنا ليه سيد انا نقول لك حاجة سيد ما هو تنقيح قوانين يكون ما يحضرش رئيس الجماعية يحضر الكاتب العام اعتبار هو المختص في الناس نجم يكون حاضر نجم يكون حاضر نجم يكون حاضر ما عليك لساهم تقول رفقي في علاقة بالتحكيم نتصور اهم نقطة بخلاف كل نادي بش يطلب يشكي ولا مش يحكي مع رئيس الدار الوطني التحكيم ذهل النقطة الي يلزم توضحها لجنة التسوية هي مسئلة الفار لانه في وقت سابق كمالي دير قالوا مرحلة الايهاب بش تكون بالفار يظل هذه النقطة المهمة يزني اكدوا في الاحد الرياضي يزني اكدوا في اجتماع اليوم يزم نقطة مهمة في اجتماع اليوم في علاقة بالفار يزني موضحها لانه الفار بش يكون حاضر حتى لحقيقة نتلافوك الاختاء اللي سايرة لحد الان كما يلزم ان نحكيو عالحكيم وحقوقهم زاد ان نحكيو على واجه بيتهم لانه شوفنا برشة اختات حكيمية حتى التوفر اسمعني يا رفقي مش بش يكون موجود الفار مفهماش امكانيات انت ديجال او اكد او اكد بارشة بارشة حاجات قالوا ما اقنعناش فيه نعطيه فرصة مختار رئيس الجامعة يقول الكلمه هو مش متأكد منه لا لا مش متأكد منه قال مش يمكن بالحكام طوى هذو ما اللي موجودين ما هو مش مؤهلين بش تعمل كويرث اكثر من نرمال ناي ما هو مش مؤهلين معنى هو قاعد يحكي عادي وش كونه موصله برابي انت طوى بش تحكي على سامحني تحكي على اللي ساير في التحكيم معنى مراد الدعم يا عنده بلاسة في مخه طوى بش يخدم بالفار مم المشاكل اللي صايرة والفار انت سكرت ملف الشركة اللي قبلها تماش خالصها بش تجيب شركة اخرى معنى الحقيقة ملف انا تعرف النقطة المهمة اللي نحبة تكون موجودة اسلامة حق الحكام الدولي في كونه يكون عذو في اه وحكيت فيه هنا سيبيلال فوضيني معنى انا نصر سيبيلال انا حقنا نحنا كدوليين وعطينا خدمات لبلاد هذه ما نكونش رئيس لجنة نكون موجود اختار رئيس اللجنة. نكون عدو جامعي. معناها انتي شفت انتي موجود كرئيس قايمة. وانا مختار دابوس نكون معنا ما كنتش دولي. ما كنت نجم نكون دولي. ونجم نتبه. ما زيل العمر قدامك. خلينا نجاو برشا. ما زيل العمور مش خليني هكا. بايخو يجيب وواي يجيب. العمور متعزل لازم. قس انتي النجم تخبرني انا كالوياحد. مهم برشا ان يكون حكم دولي عضو في المكتب الجامعي. خاصة اذا كانت حابة نعطيه استقلالية للجنة التحكيم. اذا كانت حابة تعطي استقلالية لدارة العامة للتحكيم. تحط عضو جامعي حكم دولي سابق. وهو مكلف بالتحكيم. هو ولي المكتب الجامعي ما تشيحكي على التحكيم. حتى اي مشكلة عندهم. القائمة الدولية كده كلها تتناقش مع حكم دولي. عنده الكفاءة وعنده الخصال اللازمة. باش انه يناقشها باش انه يفيدهم. وفي الفار انا راني موافق الاستاذ مئة في المئة. لانه انتي صور تعرف اسلام. والمستمعين من تصور يعرفوا شوية كواليس المنتخب والصعوبات المادية للمنتخبات الشبان هذه اللي ما عملتش استاجات واللي حتى في السكنة قاعدة تلقى في مشاكل. ونجم نأكد لك وانه فما ناس دفعت من جيوبها الكولاسيون يعني اللمجة بتاع المنتخبات هذي في تونس وكذا وانتيك حاجات. دونك يظهر اذا كان مسئولين في الفارق وصل لهو يصرف في مئة دينار ومئتين دينار على المنتخب باش بجيب الفار. معنى تاوى في الول وقت الحالي. ما مشكلة هو اكد. اي اذا امكاني. انا ما اكدش. انا ما اكدش. انا ما اكدش. انا قلت رايي فم ترايي. انا ما ليه احنا نحكيه على موقف رئيس. انا ليه ليه علاش احنا احنا كنا ناخدوه لكن عنا الحق نقشوه. ايه ننتظره. احنا ننتظره. احنا نقشوه في الخدام هذا. واحنا ننتظره نقشوه. بعد كان هو كلامه صحيح وجاء الفار. طيو نقوله ماتا يا حبة ذي جاء الفار طيو مختاري اعتذرلي انا اكد انا ما اكدش. ليه لانو مشكلة كبير. لا 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 انا ماخدوه. ما انا مشكلة كبير. ليه لانو الفار لازم تتحذرله. ايه لازم تتحذر له. ايه يزم تتحميله. اذا ما تتحميش منطور. اذا ما تينك احطى فورماسيان. صحيحي. موهله هذا هو. ليه مش شركة اللي ما خلصتش. مش تخليك تجيب فار اخر. معنى عبارة انتي مدرب مش خالص. شيكي بيك للفيفا وجيب مدرب اخر اجنب. هو قال بتمويل برامو من الفيفا مش مشكلة في التمويل مشكلة أنت حذرت الحكام تعملوا الترينيو عملوا دستاج وصاملنا كوارف وفما جمعيات الظلمة هذه فرصة تاريخية المراد الدعم يدخل الاجتماع هذا في الحقيقة متاعه طرح المسألة هذه متاع الحكام الدوليين وهو يمكن يستفاد فيها أكثر مع الخدمة قاعد يختم في ظروف غير عادية بش يكون عنده فرصة يكون موجود في مكتب جامع هو هشام يوسف السرايلي عندنا بارشة بارش عبادي نجمه يكونوا موجودين وذي النجم يترح زيادة يكون فكرة باي والله يباي السؤال لو كانت موجود أقبل نحاها وديع الجاري السؤال ينجم يكون عنا برجولين عنا برشة عبادي نجمه في الوضع هاته باي تعليق موضوع الشان فنية نشن ورائك فيه تستفيد تونس من المشاركة في الشان نعطيكم مزوز وجهاتنا راي فهما وجهة تقول لك عدش لي نكتشفوا ملاعبية جدد نشوفوا ملاعبية جدد ملقاوش حظهم في مستوى عادي سواء من الفرق المصنفة في الصف الثاني في الرابط الأولى وقال علش لي رابطة ثانية لما لا أكيد فهما برشة ملاعبية ممتازين شفنا حتى لاعب منتخب الأواست الصادق محمود اللي كان أبهر الجميع تقريبا منتخبات الشبين علش لي كيف نشوفهم لعبية منتخبات الأواست أعطيهم فرصёт الله عشان وبالاجماع الناس كلها راي ما هيش مش تخبر خاصة الفرق متاع اللي يلعبوا في الدرجة الاولى وفي الممتاز. اما كفكرة ثانية نمشي معاك نقولك اوكي الفكرة الثانية تنجم تاخذ مثلا من الدرجة الثانية والا من الفريق الاواسطي تاخو حتى ليلي تل عليهم العين اللي نجموا يكونوا معناتها في المنتخب اللي قراب باش يلعبوا في المنتخب الاول معادي تاخذ الجوارات مثلا من الدرجة ثانية وتنجم تمشي وتشارك على روحك في الشان وما توقفش الشامبيونات والناس الكلها تلعب. اما كان مستحكيلي في ان نوقف الشامبيونات وناخذوا حتى ياخوا وتلعب. بالنسبة لي انا زيدة معناتها المشاركة في الشان. وهو كما كالك طوانا حسب ما سمعت المردفات كال مش هو اللي اختار معناتها باش يشارك معناتها جاي يلقى لونجاج مون معناتها صحي دونك حسب ريانا معناتها مشاركة معناتها النجم نتخلقوا عليها الحقيقة مش مش تفيدنا برشة حاجات. وانت ريفقي شنو شنو رايك النجم فانا عاش لا ما نقلش مع النوادي انت معهم نعطيهم خمسة خمسة ملاعبية مقترحين من كل جماعيات عطيني هي زوز مثلا ننقوا حل معنا نقعد مع بعض الناس الكلون نقوا حل حتى حتى من عطي ذكاة النوادي تخلي الملاعبية حتى لي مش رعبوا ياخذوا فرصة اخرى عالش لا? والله الحقيقة مش كله اسلام اذا كان انت بش مكش بش تمشي بفريق اللي قادروا ان ينافس راوي نجم يؤثر هذي حتى على المهم المنافسة مهم متشوفش المهم اننا نشوفهم لاعبية جددي نجموا يعاوني هذا اهم من المنافسة معنا مايش بطولة كبيرة يهمنا برشة نفوزوا بها نتصور يهمنا نشوفهم لاعبية جدد نكاشفهم لاعبية جدد؟ مثلا التراجي رفقي عند الفريق الثاني فيه برشة ملاعبية جدد؟ لا نحكي على نوادي اخرى لانو قطني نحكيوه على لاعبين محليين ماذا بنا؟ برشة نوادي يكون ممثلين بالمنتخب هذي اذا كان انا نوادي بش تعطيني افضل ما لديها سواء الاتحاد المنسيري واللمبلباجي والتراجي الجريسي نحكيو عن نوادي اللي للموسم هذي يعملوا في نتائج به اذا كان مش تعطيني افضل اللاعبين نجم نكون فريق اللي محترم ونجم نكتشف ملاعبية لكن النقطة الاخرى زادها اللي لازم نحكيوه عليها شكوم بش يكون المدرب؟ احنا عنا طوى نقاط استفهام كبيرة على التعيين بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية على المنتخب بلول اليوم شكون بش يكون موجود بش يدرب المنتخب هذالي انو اذا كان انت يتخمم في مشاركة يلزمك تحذير تحذير يبدأ بتعيين مدرب شكون المدرب اللي بش يكون حاضر اللي بش يمسك المقاليد الفنية ما نصورش انو بعد اللي صار بعد نهاية مباراة جنبي انو يكمل كمدرب لحقيقة قيس الياقوبي هذه الاشكالية معه لحقيقة احنا مشكلتنا هي الرزنامة هي ضغط المباريات اللي حسب رأيينا صعب جدا قلين نقول وانو اليوم انو ايدي بش اتقرر المشاركة في في كاس امام افريقا نتصور بش سير عملية تسويت يظهر اللي بيليه نتصور شي صوت وانو اغلبية اغلبية بش ترفض المشاركة ولانو الحقيقة فما مازايا هو عموما انك بتشارك فشان اراو بش تكتشف ملعبية قادر انك تكتشف الملعبية ولكن بالوضع الحالي بتاكورة القدم التونسية بتاع بطولتنا لحقيقة سعب جدا في ظل ضغط الرزنامة والاستحققات القرية سواء للنوادي او للمطرف خاني اخو لايك مختلف المسابقة هذي مشاركة فيها انا بالنسبة لي انا ضد المشاركة هذي اه بش منش بش روات او رو تعرف الجمعة متاع المشاركة جمعة اللي بيش نخرجوا فيها الليستة بش كون لحقيقة قطل كل يكون مع بعض ما عليك ليش ليش متاعقاتي معنا بادي بش نعطيكين ايه بش نعطيكين كان قبل مريح واضكا مثلا مريح أو تضرب يشتو تقاو بن حمت هذي التراجه يا نعتيت في الافريقي بش يخو حامزة بن عبدة وايت ميلك هذو مزوز موجودين ماهما نحكيه بصراحة في الاطوال بش تاخوز مهمين ماعني اش نوع تشتامنه بعض انا حسب رايحي حسب رايحي قالوا إذا كان السيد كامالي دير ما ينجمش يتفعه لا تشارك في الدورة اللي بعد لا تشارك مش حاجة كبيرة أنا بالنسبة لي أنا السيد كامالي ديري كما عندوش خمسين نلف دولار إخوة إلي بشي صوت العام يتفع بايو في الخمسين نلف دولار ليه هو ليه ليه ليش كون ما عندوش خمسين نلف دولار على خاطر أنت الدجال المشاركة تكلفك على أقل خمسة ستة مرات قادل خمسين نلف دولار أنت بش تمشي تشارك و بشجيب طيارة بشتخلص مدرب و بشتخلص لعبية ومصاريف بشتصرف على أقل ميتين نلف دولار بشتمشي تقعد من عشقة ديش تدوم هيا رفقي أقل من شهر أقل من شهر أقل من شهر معنى على أقل بشتصرف ميتين نلف دولار معنى أنت بشتخلص خمسين نلف دولار ركس رفت الرباح إذا كان ما فاماشا نوبجكتيف سبورتيف كانك ماكش أنا نشوف دو كريتير مهمين نوبجكتيف سبورتيف اللي قلت عليه هنا بدايما لمشي يكون مهم تكتشف اللاعبية بلا حال فانيا معاها كان كلمك انت صحيح في وضعية عادية إذا كاننا البطولة متاعنا ماشية في سير عادي وعنى الوقت مش نكملوا الشمبيونة متاعنا دي بي مي معناش ضغط في الرزنامة وقتها كلمك معقول لكن إذا كان عنا يجب نشوفوا الأولويات ناخدوا الاندياش عندها استحقاقات والجامعة ش عندها ميزانية وكذا ونشوفوا شنية الأولوية طوى في الوقت الحالي الأولوية ما هيش المشاركة في الشعب إذا كان شاركنا وعنى اللي موياكي مقال طارق بفريق ثاني وكذا بيش ملاعبية برزة ولا بيش انفعنا بطريقة أو بأخرى للمنتخب اما بيش تجي طوى تعيق ومبلوسرا بشتوالي لك مشكلة هاو هز لينا الملاعبية متاعي البيئين وخلى الاخر بورلو فاضولي زي معنا بشتوالي لك مشكلة بعض النادي الفريقي يحسن اللاعب هزو وخلى أحسن اللاعب فالاتوال والمستير اليوم يقول ما يجموش يتفهمه معنا يكونكم ضد كلينا معاه ما يجموش يتفهمه احنا نكون معاه انت ضدنا انا مع المشاركة انتوما يكونكم ضد المشاركة طوف وقت حالي معاه المشاركة لكن مع المشاركة إذا مش ناخذوا ليزيليت مثلا بتاع ناخذوا ليزيليت خمسة ستة سبعة عشرة ومعاه ناخذوا مثلا من الدرجة ثانية نجمو نعملو أكاكو ونمشيو للشا بربي اسلام لكن انت هكا هذية اوكي لكن كان مش تاخذ مثلا من الفرق اللي تلعب معناتها في في الشامبيونام تاعنا راو سعي بياسر حتى فريق ما ومشي يخليلك معناتها الجوارات وما ومشي يعطيك أحسن الجوارات اللي عنده اسلام فهموا سويلا اخي يا اخي انتي من الحاجات المهمة طوشان في ذلك ماش مهمة اش قلتلك اولويات 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 انا في رأي مهمة لا لا انا بالنسبة لنا عليش اقولك نحب نشوفهم لعبي اجدودة يكونوا خزان يمشون يكون عنا خزان في البطولة اولويات باني انا اهم حاجة في كورتنا لا بطولة ليش كون مشيس بطولة طوح حاليا انه المكتب الجامعة جديد بشي جي بشيخ وبزيمامة كلبني هذي كل انا بالنسبة لنا سؤال مالعش انا ممكن ناطرح ورسي بلا انتي بخاطر دي مرانك مكش متفاقل دي مرانك فهمة لا عليش ديما مش متفاقل دي مرانك اللي كونو حاس الشعرين هادو ممش شي كملو النهار 25 جنفي مش يكون تاريخ الجلسة الانتخابية حسب رأيك المدة زمنية المتابقات هذية بش يكون كافية السيد كمال يدير بش يجاري فيها ويعمل فيها الجلسة العامة الخارقة العادة والجلسة الانتخابية ويجي مكتب جامعة خاطر نحن الكلنا لحقيقة نحبوا نعيشون هالانتخابات اللي عنا عام طوى نحبوا نمشيولوا ونشوفوا شكون اسم الرئيس الجامعة جديد وش نوعها بش توافقوا عليه العباد والجمعيات ونرجعوا أخويا والجامعة ترجع تاخل الفلوس وترجع كورتنا كمال هذي اهم سؤال الشهرين هذو ما موجود ولا مش موجودين بش تنجموا نصوا الجلسة الانتخابية بطريقة اخرى نهار خمسة وعشرين جامبي مش تصير الانتخابات مش تكون انتي على رأس قايمة في وصف اللوتين ولا لا لأنا تكون على رأس قايمة ولا ما نكونش مش هذا المهم احنا المهم انه تجي الشخصية اللازمة واللي تنجم تفيد كورة تونسية وتكون موجودة على رأس الواحد بش نقطعه مع هات التسير الوقتي هذا اللي ما ما عندوش لحقيقة وين يوصل تكون نهار خمسة وعشرين شهرين يكفيو بش حتى قانونيا ان الاجيل عندك بش تدعو الجلسة عامة وبش تكون نهار خمسة وعشرين ولا ستا عشرين فما جلسة عامة خارقة جلسة عامة انتخابية لكن انا كسمعت سيكامل يدير يقولوا انه الفيفا تصلت به بش يمدد وهو محبش يمدد لحقيقة خفت عليش لان مش هذا اللي صار اللي صار نهو اطلب بش يمدد هما قالوا لولي ايذي معلومة ثابتة ايه معلومة ثابتة معلومة ثابتة واضح مالي يتوى اللحكي ايذي معلومة ثابتة وكان في الفارم تيهاي يجبتوها مشترك كلوا يعد عندو معلومة ثابتة في ميدان وانا زادا معلومة ثابتة ميدانك تخشيكم منعاش نجم يكون حل للاعبية ثانية نجم يكون حل للاعبية هذي قد كذا يفيه لازم تكون استراتيجية واضحة وناس تخدم كور تيرم ولونك تيرم معنى عن مشكلة انه نعود ونرجعوا اللي اشكالية اللي معندناش تاوه رئيس جامعة ومعندناش جامعة معنتها منظمة ومشكلة التحكيم ومشكلة عدة مشاكل تعرف كي واحد يبدأ يخمم مش بطريقة بارئة اليوم الاجتماع متاع اليوم كان حابين نوصل الجلسة انتخابية رو اليوم كان اجتماع خاص بتنقيح القوانين اهم حاجة اهم حاجة مشاكل اللي صارتنا في القائمات اليوم هشان والرزنامة هذي انا رايي ما كانش تدخل مهمين زادا ولا مش مهمين قد تنقيح القوانين رو مش مهمين بستعمل هذي ما تمنعش هذي ونشو من بعض المزول يا سلام لازم ترجع عنتي طيو شاريل تاليش كنا نحكيه على القوانين هذي كفي الاخر خذي البيت رواء الاخر شبيه ما جايش الاخر زكاة والاخر هذي مكل لازمها تتنحها طيو هالشان والرزنامة لا لا فهم اولويات مش معناتها يتنحوا لكن اولويات 6-6 مئة شخص تقريبا صوته في السنداج مزامة واصلة حتى النهاية الحزن انا 78% منهم مع عدم المشاركة في الشان و22% فقط ضد شكون ملل معه وشكون ضدته وليت انتي لي ضد ضد المجموعة نمشي وفاصل ببعض نكامل وإخف جوزة من حسام تعنا اليوم شكراً لكم بحيث نهاية ترجمة نانسي قنقر